برج الجوزاء المشاكس اللي كل أصحابي من برج الجوزاء كتير مشاكسين بس الحق يقال هم كتير طيبين والحلو فيهم التفائل جماعة متفائلين كتير في الحياة أنا خلط طبعاً الوراء قبل الفيديو كمان عم بخلطه بطريقة أكتر علشان برج الجوزاء حبيبي اللي أنا بحبهم كتير بتشاكس معاهم كتير في الحياة اللي هم برج الجوزاء بس بمصالح بشرا لأنهم كتير مهضمين وكتير حلوين بحبوا كتير يعني ينقضوا وكتير يحكوا يلي بقلبهم بطريقة بدون سلطة يعني قبل الصوت جماعة كتير متفائلين هذا سبب نجاحهم في الشغل أكتر ما إنه في العطفة في الحياة بشكل عام أنا بقول ما عم بقول توقعات لكن برج الجوزاء من الأبراج الناقضة يلي بتنقض ما بتخلي شي بقلبها بتقولوا بأي طريقة بدون ما تفكر إيش الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة بقولوا يلي بقلبهم هذا أكتر شي أنا بحبه فيهم بيزعلوك شوي لكن سرعة بسرعة بيصلحوك ما بتعرف كيف يعني كانهم نسيو الشي اللي عملوه فبرج الجوزاء صديق ممتاز حبيب رائع لأنه متجدد دائما وأبدا برج الجوزاء وهو شخص مسؤول في الحياة فإذا كانت بنت عم بتحب برج الجوزاء شاب من برج الجوزاء فهذا الشي كتير يعني فرصة حلوة لها لأنه متحمل للمسؤولية خلينا نحكي عن الفترة الجاي برج الجوزاء كانوا شوية قال عليك أنت بدك الأمور تكون بيرفكت كتير بالشغل بالعاطفة بتحاول توازن كل الأمور بدك كل شي مثالي ولأنك أنت شخصيتك قريبة من المثالية شخص برج الجوزاء بيحاول بيقاتل أو في صراع دائما مع نفسه لأنه بيحاول يوصل للمثالية وهذا إشي أنا بعتبره يعني غلط كبير لأنه أحيانا حتى العيوبنا يعني بتكون حلوة هاي العبارة يمكن ما سمعتوها قبل هيك بس لأ في عيوب حلوة أحيانا بنحب أشخاص عندهم بعيوب كتير بس نحن بنحب هاي العيوب لأنها طالعهم يعني من قالهم ما عم يمثلوا علينا فبرج الجوزاء بطمناك إنه الفترة الجاي رح تكون كتير فيها يعني أمور تمام هلأ إنت عم تحلم عم تحلم وتحلم وتحلم وتقول متى بده هذا الإشي يصير وخلص ولو بده يصير كان يصير لأ بالأخير في ميزان في عدل الأمور كلها رح تصب في صالحك في الفترة الجاي والشخص اللي كان يعني خلينا نقول يضمور لك الشر فهذا الشخص حينتهي تماما من حياتك ما بقول إنه إنتوا رح تبعدوا عن بعض أو أنا بصراحة ما بحكي إنه ما بحدد الآن عاطفة أو عمل لكن هو فيه الشخص منكد عليك بالعربي فإنت طول الوقت بدك تتلاشعه بدك تتهمشه وهذا الإشي اللي بيزيد غيرته منك لذلك هو بالأرجح يكون في العمل كان يعني شوي عم بهيئنا لشهر ستة وسبعة وتمانية ما بدي أحكي لك أضحك عليك أقول لك إنه كل الفترة حلوة كتير شوي تكمل في أحلامك استنى المفاجآت الحلوة حيصير في عند حتاقض حقق طبعا في العمل في العمل والعاطفة كمان لكن بدك تستنى شوي بالنسبة للعاطفة بدك تستنى شي 15 يوم أقل من شهر فالفترة اللي جاي كتير واعدة بالنسبة لإلك وهتقطع فترة يعني تصير تضحك تقول الحمد لله رب العالمين إنه أنا افتحت من هديك الفترة اللي كانت سيئة في حياتي فهو شبه دورة عم بتمر فيها لازم تمر بالشيء السيء عشان تعرف حلاوة الأمور اللي جايتك بالفترة الجاي والحب الحب يا جوزاء الحب جاي جاي بطريقة يعني حتمية خلينا نقول إنه كان في شخص يحاول معك بالفترة الماضية لكن أنت كنت كتير متنشة وكتير شايفة إنه مش لقلك أو أنت مش لقله هذا الشخص على فكرة حبك عن جد من قلبه لكن أنت تفكيرك صح خليك ماشي في الخط اللي أنت فيه والشخص اللي أنا عم بقولك عنه أو الفرصة هي جاي في الفترة هاي فترة خلينا نحكيها الحب والسلام لبرج الجوزاء لأنه بيستاهل كل خير برج كتير مكافح وبالآخر يعني عن جد بيوصل للشي يلي بدي يا لأنه بيكون ضميره يعني صاحب كل الوقت خاصة من ناحية الشغل حتاخد مكانتك اللي أنت بتستحقها مش اللي أنت هلأ فيها لذلك بقولك اتفاقل إنه الفترة الجاي كتير حلوة ما بضحك عليك ما بقولك إنه كل الفترة لكن خلينا نحكي 80 بالمية من الثلاث أشهر الجايين حيكونوا سعادة بالنسبة إليك فضيعة أول السنة كانت مش مبشرة كنت تقول والناس اللي كانوا يبعتوا لي كانوا يقولوا لي إنه شو فرش الجوزاء تضحكوا علينا وكذا لا أنا قلت من قبل إنه شهر واحد واثنين وثلاث حيكونوا شوي صعبين على برج الجوزاء لكن بدهم يصبروا شوي وفعلا من نص الثاني أحلب كتير من النص الأولاني في برج الجوزاء خلينا نحكي إنه أول ست أشهر من هاي السنة كانوا عبارة عن لملمة أمور كيف تحكيها إنه يعني الأمور اللي مش عاجبانا عم نتخلص منها عم نتخلص منها عم نحس إنه إحنا مش مرتاحين لوجود أشخاص أو أمور حولنا حيثيات إحنا ما حبيناها لكنها يعني هي الطريق هذا هو الطريق لحتى توصل للسعادة والعدل اللي إنت بدك إياه مرة ثانية بحذر برج الجوزاء من أول 15 يوم ما بحذره يعني ما بخوفه وبقوله إنه صعبين أو كذا لا لكن المياه حتكون راكدة يعني لو بدك تفكر إنه في مصباح سحري وحال أمور واو حتكون هيك بسرعة من الباب لطاقة لا بدك تكمل وما تفقد سمام الأمور ما تعصب كتير بدك ترو يا برج الجوزاء إنت عندك أعصابك كتير مشدودة طول الوقت وعم بتروح عالبيت عم بتفكر بالشغل وعم بتروح عالشغل عم بتوكر بالبيت والعاطفة حاسس إنه الأمور ما ضابطة كتير معك لكن بالفترة الجاي حتكون كتير كتير واعدة وحلوة لإلك وكمان مش بس الثلاث أشهر الجايين لأش كمان الشهر الزيادة تكون كتير حلو بالإضافة لآخر السنة حتختمها يعني ختامها مسك لبرج الجوزاء أحلامك كلها حتتحول لحقائق ما بحب أبالغ كتير لكن هذا اللي مبين عندي وطبعاً لوقتها يعني من هون لهذاك الوقت حأنزل باستمرار الوارد والجديد عندي فتابعوني وقوت لك لبرج الجوزاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة